نتكلم دايما عن تطبيق التكنولوجيا الحديثة وبنتكلم على المقارنات ما بين النتائج قبل وبعد استخدام هذه الأجهزة طيب احنا النهاردة موجودين فعلا داخل معمل موجود على الأرض الزراعية احنا موجود معنا البير المياه ومكان تجميع المياه من البئر قبل ما يتم مرورها بأجهزة دلتا وطر التجربة جميلة جدا لأن المزارع بنفسه عمل معمل داخل الأرض في الجزء اللي احنا موجودين فيه ده ده بياخد المياه من البير دون أي معالجة بدون أن تمر على أجهزة دلتا وطر وزرع به الجزء ده زي ما احنا شايفين الأرض فيها جير بنسبة كبيرة جدا لونها أبيض فيها ملح الجزء المجاور لها أو الملاصق تماما بيستخدم فيه أجهزة دلتا وطر وبيستخدم المياه المعالجة بهذه الأجهزة الفرق واضح جدا الأرض طينية المحصول والأشجار مختلفة تماما عن المكان اللي بيتم ريه بالمياه المستخرجة من الأبار دون أي معاملات التجربة والفرق واضح على الأرض أنا طبعا في البداية بشكرك لأن أنت قمت بشغل معملي داخل الأرض الزراعية الفكرة بقى جات منين بالراحة للمشاهدين عشان يستفيدوا معنا أنا عملت العملية على خطر ما عنديش خيار تمشي معاية الماء اللي عندي اللي عندي مجبور باش نستعملوا باش الأجهزة لا تقشم غير المياه المشكل اللي صار لي اللي الأرض النوعية متى الطربة وليت فيها نوع من نوع كلك الجبس معاية بكثرة الأملاح معاية النوعية وليت بيضة وطبقة للأرض وليت كلها أملاح ومنظر مشباه الموجود أن إحنا في نفس المكان والأرض ملاصقة جوز من المكان اللي إحنا وقفين فيه باستخدام الماء المعالج بأجهزة دلتا ووتر والجوز الآخر بالمياه العادية الفرق واضح التربة اللي ما غير مكينة التربة تولي عبارة على مجبسة بالجبس تمام ثمشي وبالماكينة تقعد على أصلها عادية بالنسبة للأرض بالنسبة للأشجار والإنتاجية بقى في أشجار هنا بالمياه العادية من البقر على طول اللي كنت نسقي فيهم اللي كنت نسقي فيهم بالمياه العادية مغير جهاز كان النمو ضعيف يسر معايتها الشجرة ديما حالتها تعب والإنتاج ضعيف واللون متحها خايب تقاها كرمادي كان واحد مش يموت معايتها تعب ما اللي عملنا الجهاز واللي يتخذرها ومنورها والإنتاج خير ربي والأمور كلها مشيت بها الحمد لله يا ربي الكلمة الأخيرة اللي عايزة أقولها إن احنا في نفس المكان يرد بالكاميرا ودي مواسير الري اللي بتعدي المياه المعالجة بالأجهزة دلتا ووتر الفرق واضح على الأشجار إن المكان اللي أنا وقف فيه مياه من البقر مباشرة وبالتالي فيه تملح في التربة شديد فيه ضعف في الإنتاجية على حد تعبيره وقوله الأشجار مريضة وهزيلة كأنها شخص قرب يموت لكن بعد استخدام الماء المعالج بأجهزة دلتا ووتر شايفين إن بيقول لي فيه أغصان من تقل الإنتاج اللي موجود اتكسرت وما قدرتش تستحمل الإنتاج اللي موجودة على الشجرة والأشجار المغروسة لأول سنة اللي عمرها عام سقيناها بالمياه هذية وماتت واخصناها كي ركبت الماكينة عملنا تجربة في 250 شجرة أنا تو نهز نفرشكم تبارك الله النموه لماكسيموم ومليانين بالغلة تبارك الله ما شاء الله ربني بارك أعطوا مش نمشون تفرجوا بارك رأي المزارع هو الأهم لأن المزارع هو اللي بيقوم بتطبيق كل المعاملات الزراعية وأيضا استخدام التكنولوجيا داخل الأرض النهاردة إحنا بنشوف أيضا استخدام لأجهزة دلتا ووتر لمعالجة المياه عايزين نتعرف على المرضود وطبعا إحنا الأول سعداء إن إحنا موجودين في تونس أتعرف بإسمك والمنطقة دي اسمها إيه مهر صدود فلاح منطقة شفار ولاية صفاقص معدام دين المحرص مربي حيوانات أبقار ومختص في تربية الهرانب والهواية متاعي هي غرسة الزيتون واستغلال الزيتون والأشجار أشجار مثمرة جميل لو جنا نتكلم على طبيعة الأرض الملوحة في المياه وفي التربة اشرح لي أو أعمل مقارنة ما بين الأرض قبل استخدام جهاز دلتا ووتر وبعد استخدام هذا الجهاز الاشكالية اللي عندي وقتين أخذت الضيعة متاعي وقت حفرت بير ظهر من اللي الماء فيه نسبة كبيرة شوية من الملوحة أربعة جرامات ونص باهي الأممية خير ربي ما المشكلة مالحة باهي الزيتون الزيتون وخاصة كيكون صغير ما يتحملش المال مالح باهي غرست الزيتون باهي أنا الشيء اللي نجه له ثمشي غرست ما الأمور ممشيتش باهي قعدت تقريب ستة ولا سبعة سنين وانا بالطريقة هذية نسقي فيه بالماء العادي لمدة ستة سنوات ما الاشكالية اللي عندي الاشكالية الأضرار اللي قيتها في الضيعة متاعي هو اللي الأرض معايتها كل زيتون تحت تقريب ميتر موربع كوش كوش من الملح أبيضاء ثمشي والتربة تولي فيها نوع كل كالجبس ثمتها والشجرة ديما تحبة النمو ما فماش معايتها ما فماش تغير معايتها وقت كان كان عاونتش شوي المطر ولا ولا بالما برك قعدت ديما ديما ضريفة ديما صغيرة معايتها الشجرة ثمتها حتى لين فرصة تعرفت بحد عرفني على سيمونير القسم تيني وعنده نيابة مثل تحليط المياه وكل شيء انتصلت بيه الحق فرح بيه وسهلي الأمور باش نجرب ثمتها على خطر حاجة الواحد ما يعرفيهش ثمتها وهي وقت واحد حاجة ما يعرفش النجاعة متاحها الثمن واللي ياسر ثمتها خطر مش ألا بورتي متلعب هذه كلها ثمتها خذيتها جربت حاولت معايتها على خطر أنا المشل متاعي وقتها أنا دي جايز زيتون متاعي بداية يتعب وكمية مثل الملح اللي قاعدة تتزايد في وسط الدائرة بالشجرة قاعدة تضر فيها مش قاعدة تنفع فيها أخي وليتت لزيت باش خذيت جهاز الجهاز خذيته لمدة سنتين عام 2014 أخر 2014 في 2014 ركبت الجهاز ونستعمل فيه تواصل لعامين النتيجة اللي قيتها بالملموس والأشجار هي اللي تتحدث الشجرة قادة في نمو مستمر ودي ما خذرها ما فماش هيك الكآبة متى الشجرة معايتها العادة تحس بيها كأنه كان واحد مريض مقرقر فتح أي تحس بيها تحس بيها مش مغذية الشجرة تحس بيها مش مغذية ذهمتها ضعيفة يعني كالصحة توا توا الشجرة تحس بيها مغذية تحس من اللي قاش فمها هيك الكوش الخايب اللي يجيها تحت الشجرة التراب نورمال تحس حتى المهة توا ولا كيتسق في الارض يعمل هيك الخز الاخضر معايتها يعلمها من العلامات من الكليتين متى الأمية اللي خいذهات سير فيها الشجرة معايتها قابلتها اوووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووالماء آه söمري وفرد الانتاج. المثال عمنا والتبارك الله انتجنا لماكسيموم. الشجرة غير بالظهر ما عنديش الصور واحد كل شيء. ما عندي شجر والله العظيم تلمهم عبين بالغلة. الأقصان متكسرت. تكسرت من قوة الانتاج. من كثرة الانتاج. والله العظيم والله. الحمد لله عملت الضيعة هذه وعندي ضيعة واحد اخرى. عملت الاسناء هي كانت زادة كيف كيف تعاني من مشاكل مثل الملوحة. ما هي الملوحة ازيد. هنا عندي اربعة جرامات ونص وهذه عندي خمسة جرامات ونص ازيد. تظهن فيه ولا لا. الزيتون اللي كانوا عندي كانوا عندي سبعمائة زيتونة. هنا عندي الف والارض الدخلينية فيها 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 سبعمائة زيتونة. سبعمائة زيتونة حتى هم يعانيوا. يعانيوا من قلة النمو. معتها. الماء خير ربي ما النمو شوية شوية. اي شوية شوية. والانتاج والانتاج ضعيف. الانتاج ضعيف. دي المقارنة ما بين الارض اللي بيستخدم فيها اجهزة دلطوطر والارض اللي لسه مركبش فيها الاجهزة. صح؟ اي صحيح. اثناء مشيت السيمونير مشيت ركبتها مشيت ركبت الماكينة. والله العظيم والله العظيم فيه اربعة شهور فيه اربعة شهور الشجر والله مغلفين الكل بالنوار. ما شاء الله. والله. وتوا احنا توا مش نمشيه على عين المكان. وتوا نوريك من الشجر. كيفاش تبارك الله ولا. وكيفاش كان تعب. معناتها معناتها توا توا تبارك الله هالشجرة مليانة بالغلة. وتوا على عين المكان توا نمشي ونشاهد ووحد وكل شيء. هذي تجربة متى غرست الزيتون صغير بالجهاز متى دلطوطر. هذي الشجرة عمرها عام. تغرست عمناول. او كيمتا راو تبارك الله في نمو مستمر. لكلها مليانة بالنوار. وحتى الغلة بديت تركب فيها ثمتا. نمو عندها كويس. وصحتها لباس. هذي عمرها عام. وجربناها. جربناها بالماء العادي. تقريب فما اربعين ولا خمسة واربعين في المية موت في الزيتين الصغارة. خطر ما يتحملوش قوة الملح والمال الملح. ثمتا. كي ركبناها جهاز هذي. جربناها تجربة. عملت تجربة فيها تقريب ثلاثمائة شجرة صغار. طوى عمرهم قرابة العام. تحس بهم لباس عليهم. وفي صحة جيدة. وفي نمو مستمر معي. نمو مستمر معي. وفي صحة جيدة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.